الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل من مستغانم تقول أنا متزوج من رجل من وهران وقد أنعم الله تعالى علي علينا بخمسة من البنات الله بارك على باركم يقول عليه الصلاة والسلام من يمن المرأة يعني من البركة على المرأة تبكيرها بالأنثى المرأة لتول الطفلة هي اللولة علامة على البركة والخير مش كما رأنا احنا دكا جيب له طفرة يقول له تصفر جيب له زوجة يقول له تخضر جيب له ثلاثة يقول له تزرق وين رايح بها جاهلية جاهلية في الإسلام هاي اسمعوا وقد أنعم الله تعالى علينا بخمسة من البنات وزوجي يعمل في التجارة ولذلك فهو يسافر كثيرا خاصة إلى دول الجوار وقد بلغني أنه تزوج من إمرأة تونسية لما سافر إلى تونس وأن له معها ولدين كما اتصلت بي زوجته من المغرب وأخبرتني أنه تزوجها لما سافر إلى المغرب منذ سبع سنوات وهو يتردد عليها وله منها طفلين انصحني سيدي ماذا أفعل هل أواجهه بالحقيقة وأطلب الطلاق أم ماذا لعلمكم سيدي زوجي يثق فيكم كثيرا ويسمع لكلامكم والله يا أختي واش نقول لك لهذا الرجل هذا رجلك يبان باللي يأمن بالوحدة المغاربية اتحاد المغرب العربي هاو كبرك حيات وقعه ما يهدروا له المغرب العربي اتحاد المغرب العربي اتحاد المغرب العربي اتحاد المغرب العربي ما لا رجلك رح يطبق في الواقع ما يحبش الشعارات هذا الرجل الشعارات غير هدرة المغرب العربي الشقيق المغرب العربي المغرب العربي اتحاد المغرب العربي ما لا رح يطبق في الواقع هاو دار الزوجة في تزاير وزوجها في تونس وزوجها في المغرب الله يبرك الله يعاونه ويزيد له واش نقول له واش نوما اوش دار اتحاد المغرب العربي كاملا يزيد واحدة من ليبيا ننصحه يزيد واحدة من ليبيا وهك داره دار اتحاد المغرب العربي كله ان شاء الله ويكون حقق احلام الرجال الكبار والابطال والزعاماء والعلماء اللي من البكري هما يدعيوا الى اتحاد المغرب العربي هاو دوك اولادك عندهم خاوتهم في المرق عندهم خاوتهم في تونس وان شاء الله يقول يزيد عندهم خاوتهم في ريبيا هاو ما شاء الله والوقاع خاوة ما دارين يقول له واش نقول له يا اختي واما انت فعليك بالصبر ما قلت ليش ارشل هذا سرق تعمو خديرات تعدعو الشر عاصي والديه ما يصليش ما يصومش ما يحبش الاسلام ما يحترمكش يضربك ما حكيتش هذا المسألة عندهم يسافر تونس دار مرة سافر المروك دار مرة هاي يجينا هاي يسافر ليبيا هني قلت لك انا اغلب ظنب لي هذا يأمن باتحاد المغرب العربي الكبير الله يعاونه مسكين ويكون معاه ويوفقه ان شاء الله ويصبرك انتي وكملي مع رجلك محسنة طيبة وطيعي راجلك هذا زوجك وربي بناتك عندك خمسة من البنات وعندهم خاوتهم في المروك وفي تونس ما شاء الله ما شاء الله ما كايش مشكلة ان شاء الله الصبر وارضاي بما قسم الله لك وان شاء الله ربي يعطيك من كل خير ويعمر دارك بالخير والبركة وما تبعيش هذه الأفكار الإبليسية نواجهه بالحقيقة وانا نحن نطلق واش نطلق يطلق بخمسة بنات وضيعيهم واشترك يسبع الله بارك روي كتر في الأمة الإسلامية خليه خليه اشتركوا في القناة